ضمن حملتها لضبط الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نفذت وزارة التجارة ممثلة بفرع محافظة حولي حملة ميدانية واسعة على الصالونات الواقعة في منطقة الجابرية كاميرا الرائرة فقد فرغ الوزارة الذي شدد على مستثمرين تلك الصالونات ضرورة إعطاء الزبون فاتورة الحلاقة ومن يخالف ذلك يحال محظر مخالفته إلى النيابة التجارية وفي هذا السياق قال ممثل وزارة التجارة في فرع محافظة حولي المفتش محمد المطيري إن الهدف من الجولة هو ضبط الأسعار والعمل على عدم ارتفاعها خلال فترة العيد قمنا بعدد جولة بتوصيل مكتب معالي وزير التجارة والصناعة بعمل جولة ميدانية تفتيشية على بعض المحلات من الصالونات النسائية والطفال والرجال وهي ضبط الأسعار قرب موسم عيد الأضحى المبارك وضبط الأسعار وعدم ارتفاعها وحصر عدد من المخالفات عدد المخالفات التي حصرناها اليوم عدد 8 محاضة مخالفات وشعارين خلاف طبيعة عمل وحول طبيعة المخالفات الثمانية التي تم تحريرها أشار المطيري إلى أن نوعية المخالفات تختلف بين صالونات الرجال والنساء خصوصا العروض المقدمة لدى النساء إذ إن تلك العروض تحتاج لموافقة من وزارة التجارة أما بالنسبة لصالونات الرجال يجب أن يتم من حزبون فاتورتهم بالأعمال التي قام بها تقريبا نفس الشيء يستختلف بين ما بين العروض بالصالونات النسائية وعطاء الفواتير بالنسبة للصالونات الرجالية بالنسبة للعروض التي تقدمها للصالونات النسائية لابد أن نتمر على وزارة التجارة أخذ موافقة عليها نعم يجب هناك أنه فيه ترخيص وزارة التجارة بالموافقة على عمل عروض في الصالونات في موعد محضر الضبط بعدما يجينا المخالف نعمل له محضر الضبط ويتم حالة الجهة الساس التي هي نابة تجارية وأوضح المطيري أن قيمة المخالفة المتعلقة بعدم منح فاتورة الحلاقة تحددها الجهات المختصة مؤكدا أن الحملات مستمرة على مدار السنة وطوال أيام العيد المبارك داعي ضرورة الالتزام بالقوانين وتلافي المخالفات حامد النبهان الرأي